موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة والبداية من تدهور صحة أحد الصحافيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي حيث أعلق موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية نقبة الصحفيين تحمل الميليشيا المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة الصحفي عمران وأذانت نقبة الصحفيين اليمنيين المعاملة القاسية التي يتعرض لها الزميل الصحفي عبدالخالق عمران وبقية المختطفين من تعذيب وعدم تقديم خدمات صحية لهم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع بصنعاء وقالت النقابة أنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي عبدالخالق عمران بخصوص تدهور الوضع الصحي الذي يعانيه في سجن الأمن السياسي بصنعاء حيث يعاني من آلام شديدة في العمود الفقري والظهر وصحته في تدهور مستمر مشيرة إلى أنه تم منع تقديم الخدمات الصحية الأولية لمواجهة هذا الوضع الناتج عن التعذيب الذي تعرض له عدد من الصحفيين منذ اختطافهم في يونيو الفين وخمسة عشر تتجلى بشاعة ما يواجه المعتقلون في السجون الحوثية في حالات الوفيات للمعتقلين الذي يعلن عن وفاتهم يوما بعد آخر وفق موقع المشاهد نيوز والذي قال إن ذلك جراء عمليات التعذيب على أيدي المصلحين التابعين لجماعة الحوثي في المعتقلات ففي أقل من شهر لقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر التعذيب حتى الموت كان آخر هؤلاء رئيس فرع حزب الإصلاح في منطقة الحشابرة محافظة الحديدة وبحسب رواية أحد أقارب المتوفى للموقع أو لموقع المشاهد فإن عناصر حوثية أبلغت الأسرة بوفاته قبل خمسة أشهر ثم نفت الخبر غير أنها عادت وأكدت ذلك مبررة سبب الوفاة بتعرضه للمرض مطالبين أقاربه بدفع أموال مقابل تسلم جثته ويعلق الموقع أن الأمم المتحدة تتجاهل بتحركاتها السياسية والدبلوماسية قضية المعتقلين اليمنيين في سجون المتمردين الحوثيين فهؤلاء المعتقلون يعانون أقصى سور التعذيب والانتهاك لحقوق الإنسان يتابع الموقع فما يحدث في سجون الحوثية كما روى لنا المعتقلون تعرضوا للتعذيب هو فصول مظلمة من التعذيب الوحشي داخل الزنانين الحوثية المغلقة حافظوا على الموصلة تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في المصدر أونلاين وقال لا يجعلكم الانقلابيون تنساقون وراء تصنيف المعركة في أطر مناطقية أو طائفية بدلا من وضعها في مساقها الصحيح وهو وجود مقاومة وطنية ضد انقلاب سلالي أغلبية المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي لا تقر بأفعاله حتى وإن كان أغلبية مقاتليه من هذه المحافظات قد ترون في ذلك تناقضاً ولكن ليس في الأمر أي تناقض ذلك أن نسبة من يقاتل مع الحوثي من أبناء هذه المحافظات إلى نسبة من لا يقاتل معه ولزم بيته من أبنائها لا تذكر ولو قدرنا مقاتلي الحوثي من هذه المحافظات بمئة ألف وهم أقل من ذلك لكانت هذه النسبة بسيطة جداً ضمن ملايين اليمنيين الذين يعيشون في تلك المناطق والذين لزموا بيوتهم المعركة ليست عسكرية وحسب المعركة سياسية وإعلامية ونفسية واجتماعية وثقافية وروحية في الآن ذاته ومن ثوابت المعركة ألا نضع الكل في سلة واحدة لا يجوز التعرض للقبائل اليمنية في عمومها لمجرد أن بعض أبنائها يقاتل مع الحوثي هذا لا يخدم القضية الوطنية ولا التلاحم الاجتماعي ولا حتى هدف الدولة المدنية التي نريدها أن تحتوي المجتمع بكل فئاته معركتنا مع الحوثية كفكرة ثيوقراطية لا كأشخاص يشاركوننا الوطن معركتنا مع الحوثية كفكرة تؤمن بالحق الإلهي وبالعنف للحصول على هذا الحق في السلطة والثروة وما معركتنا مع الحوثيين كأشخاص إلا لأنهم ينفذون هذه الفكرة التي ترفضها فطرتنا السليمة ونخوتنا العربية وكبرياؤنا الوطني يصف موقع يمن منتر الهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي نحو مدينة تعيز بأنها ضربات فاشلة ويقول الموقع فاشلت هجمات متكررة لمسلحي الحوثي على مواقع الجيش الوطني والمقاومة بمدينة تعيز في إحراز أي تقدم رغم التحشيد المتواصل للمتقاتلين من محافظات يمنية متفرقة وقرت مصادر ميدانية ليمن منتر الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق صالح شنوا هجمات متزامنة على مواقع الجيش الوطني الشرق وشمالي مدينة تعيز لاستعادة مواقع خسروها خلال الأيام الأخيرة لكنها باءت جميعها بالفشل وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكن من صد هجوم هو الأعنف على الإطلاق شرق موقع المكلكل العسكري رغم الغطاء الداري المكثف للخثيين وقبل التحشيد الخثي بانتقادات واسعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قال الصحفي جمال حسن إن تعيز تخوض معركة حرية ضد موروث سياسي وثقافي لا يعرف سوى الطغيان والسلب وقال الصحفي حسن إن معركة تعيز هي معركة اليمن إما أن تتصر مؤسسة الطغيان الممنهج بكل موروثه أو تنتصر إرادة التغيير بعد مطالبات عديدة بصرف مساحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج وبعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات موقع المصدر أونلاين عنوان الحكومة اليمنية نعمل على صرف المخصصات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج حيث قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن حكومته التعبل بصورة حثيثة ومستعجلة على صرف مخصصات الفصل الثالث والمتأخرات من الفصل الثاني ومن العام الحالي للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن بن دغر قول إن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير المالية والتعليم العالي ووزير الشؤون القانونية ستمت في الأمر سريعا ولجميع الطلاب المبتعثين دون تمييز وأشرت إلى أن الحكومة تعمل وفق قاعدة بيانات يجري بناؤها تدريجيا لصرف المرتبات للجهازين المدني والعسكري والمخصصات الطلابية بانتظام عن معركة الصحفة في التعز ومواجهاتها لميليشيا الحوثي ودفعها مقابل ذلك ثمنا باهضا كتب منذر فؤاد مقاله المنشور في يامان مونتر حياة مفخخة يعيشها أبناء التعز بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي تتوزع بشكل كبير شرقي المدينة بل وصل الأمر إلى تفخيخ منازل المواطنين التي لم يتم تفجيرها من قبل ومع كل يوم يكون أبناء تعز على موعد مع شهيد جديد وقصة جديدة من فصول الجريمة التي يمارسها طرفا الإنقلاب بحق تعز وسكانها الحالمين بحياة كريمة لا يزرع فيها غير الحب والسلام يمارس الإعلاميون والصحفيون والناشطون في تعز عملهم في منطقة خطيرة جدا لا تقل خطورة عن مناطق سوريا والعراق وقد تعرض كثيرون منهم لنيران مباشرة من عناصر الميليشيا أثناء وجودهم لتغطية الأحداث وتوثيق المعارك الدائرة في أكثر من جبهة وكلما ينشدونه من هذه المغامرات إيصال الحقيقة ونقلها إلى العالم لا أكثر مثلهم مثل بقية زملاء المهنة في سوريا والعراق ولم يكن أواب أول صحفي تستهدفه الميليشيات منذ عدوانها على تعز ولن يكون آخرهم فالصوت الذي يعبر عن أنين المستضعفين ويوثق الانتهاكات بحق المدنيين يشكل تهديدا للميليشيات أكثر من المقاتلين على الأرض ومعركة الصوت والصورة هي الانعكاس الحقيقي لما يحدث على الأرض وفوق ذلك هو التاريخ الذي يوثق نفسه في زمن الادعاءات الكاذبة والأقلام المأجورة والانحطاط الإعلامي موقع الاشتراك نت عنوان في صفحته الرئيسية نقابة التدريس بجامعة صنعاء ترفع شكوى للنيابة ضد قيادات خوثية على خلفية الاعتداءات وقال الموقع إن نقابة أعضاء هيئة التدريس وعددا من الأساتذة والأكاديميين بجامعة صنعاء قاموا برفع شكوى إلى النيابة ضد نائب القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعين من قبل جماعة الحوثي عبدالله الشامي ومحمد الماخذي رئيس التكتل الأكاديمي التابع لجماعة الحوثي في الجامعة وفي الشكوى ذكرت النقابة بأن المدعو محمد الماخذي قام بسبب وإهانة الدكتورة ابتسام المتوكل نائبة عميدي كلية الأداب لشؤون الطلاب أثناء قيامها بواجبها الوظيفي في اجتماع مجلس كلية الأداب كما قام الماخذي بالاعتداء بالضرب على الدكتورة فاتن عبد محمد أثناء اللقاء التشاوري الذي عقدته النقابة في كلية العلوم وأشرت الشكوى أيضا إلى أن حادثة الشروع بالقتل بالسلاح الأبيض التي تعرض لها الدكتور محمد الظاهري رئيس النقابة في ذات اللقاء من قبل أحد الأشخاص وفي الوقت ذاته كرر الماخذي الاعتداء على الدكتورة فاتن لتوثيقها الحادثة الشكوى ذاتها اتهمت القيادي في جماعة الحوثي ونائب القائم بأعمال وزير التعليم العالي عبدالله الشامي بالتحريض ضد النقابات وضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لقيامهم بالاحتجاج على عدم صرف رواتبهم توثق العديد من الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار حالة الإحباط التي وصل إليها المواطنين في صنعاء وحالة اليأس التي أوصلتهم إليها الميليشيات محلات مغلقة وبائعون ينتظرون ما لا يأتيهم وسائرون يمرون بلا وجهة متابعوا الصور اشتركوا في القناة قبل قراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فصل قصير ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا مطولا عن زيارة مراسلها إلى عاصمة اليمن صنعاء وقالت ينتشر القمع المفرط لكل من يحاول معارضة الحوثيين ويخرج المتظاهرون للمطالبة برواتبهم ويعيش السكان حالة من الخوف المفرط وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب حكم الحوثيين للبلاد وقالت الصحيفة الأمريكية أن الحوثيين يواجهون أربع محا أولها مصارعة الاعتراف بالخسارة والمكابرة لتعزيز هيمنة الجماعة ونظرتها الدونية للآخرين وثانيها أن الجماعة الحوثية لا تجد هوية حقيقية تمثلها بين شعارات تابعة لحزب الله وإيران أو جماعة دينية تسعى لترسيخ المذهب أو جماعة تكافح الفساد في البلاد كما أن الجماعة تكافح من أجل الحكم والسيطرة دون أن تملك أي خبرات سياسية وإدارية للدولة مع قمع لكل محاولة لمعارضتهم أو للمطالبة بالحقوق ورابع هذه المحن وفق نيويورك تايمز رفض الكثير من اليمنيين لما يسمونه انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة تقول الصحيفة أنه من خلال المقابلات التي أجريت مع مقاتلين من جماعة الحوثي أحدهم في سن التاسع عشر اتضح أن الجماعة خلطت أهدافها بين تابيين الدين الصحيح للإسلام ومحاربة الفاسدين في البلاد بالرغم من أن الجماعة أنشأت أسواق سوداء للعملة الصعبة والمشتقات النفطية وقامت بتوظيف الآلاف من أنصارها في مؤسسات الدولة المختلفة خلال عشرة أيام لمفادي الصحيفة الأمريكية تجولوا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين اتضح لهم أن الحوثيين يفتقرون إلى السياسيين المهرة والتكنقراط والمثقفين وكل ذلك واضح وضوح الشمس قالت الصحيفة أيضا أن صالح الصماد الذي التقى مفادي نيويورك تايمز في القصر الجمهوري بصنعاء ظهر غاضبا ولم يستطع الحديث وقال أن مجلسه السياسي سيكثف إدارة الشعب من أجل القتال في صفوف الجماعة مرحلة التغيير الكبرى تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله المنصور في الشرق الأوسط في الموضوع الإيراني بعد الاتفاق النووي يرى البعض أن تمزيق الاتفاق كما ناد ترامب في حملته غير عملي وحقيقة الأمر أن ذلك الاتفاق في كثير منه هو إرضاء لإيران فقد دعي أهل الخليج للإنضمام للمحادثات في بدئها على قاعدة أن يكونوا شهود اتفاق نووي وليس اتفاقا عاما لردع التدخل الواسع لإيران في المنطقة في مقلب آخر قيل أن الاتفاق مع إيران هو الممكن لأن الخيار الآخر مكلف وغير مجدي أي ضرب المنشآت النووية الإيرانية بالسلح لأنك لا تستطيع ضرب المعرفة العلمية بالقنام يذهب البعض ناصحا أنه من الذاكاء أن يتعامل الإيرانيون مع البيت الأبيض باحترام قد يكون الرأي الأخير هو التمني فحتى لو خفت شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في شوارع طهران فهي عالية في شعارات الحوثي في اليمن وحزب الله في بيروت وهي أيضا قد شربت للشعوب الإيرانية على مدى عقد هناك تصور عام أن الحروب القائمة الأهلية والبينية لا حلول لها في الأفق فثقافة السلام ليس لها موقع بعد على الأقل في المدى المنظوري بل قد تتعقد وتتطور الأوضاع إلى الأسوأ يتطور المزاج العالمي الذي ينحو نحو القومية المغلوطة في كل من أوروبا والولايات المتحدة وروسيا الثلاث ركائز للسلم أو الحرب في العالم وهي قوميات لا تعترف إلا بنفسها ومصالحها والتحالفات المقبلة سوف تترك الإقليم في مهب الريح العربي والخليجي على السواء الدرس الأهم هو تنظيم البيت بالجدية الكافية وبالمسؤولية الكافية وهو الخيار المتاح والأفضل اليوم صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في أحد صفحاتها المهتمة بالموضوع اليمني سقوط طائرة مسيرة في عدن تقول التفاصيل سقطت طائرة استطلاع المسيرة من دون طيار بمحافظة عدن خلف سقوطها انفجارا دون حصول خسائر بشرية وقال مغضر أمني في شرطة محافظة عدن في تصريح خاص للخليج إن طائرة استطلاعية من دون طيار سقطت بشكل مفاجئ دون أن يتم استهدافها فوق إحدى البنايات الخالية بمنطقة العريش في مديرية خوري مكسر شرقية عدن وأضاف المصدر الأمني ذاته أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى سقوط الطائرة الاستطلاعية كشفت مصادر متطابقة لصحيفة الشرق الأوسط أن الإنقلابيين رفضوا دكول شحنتين من اللقاحات الحيوية خلال أسبوع واحد وأعادوها إلى جبوتي وذكرت المصادر أن المتمردين أزموا الطائرتين إغاثيتين على العودة من حيث أتت رغم سماح التحالف العربي لها بالهبوط في مطار صنعاء لأسباب إنسانية وهو ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية لا سيم الحالات الصحية الحارجة في المناطق المستهدفة بالمساعدات التي حملتها الطائرتات فضلا عن منع دخول المساعدات عبر ميناء الحديدة للمناطق الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين وأكدت المصادر أن التمرد الحثي يستهدف من الإجراءات التعصفية التي تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن طلب مساعدات من دول محددة بينها إيران وذلك لتمرير الأسلحة أولاوة على الطلب معونات من نوع خاص تخدم أغراضهم القتالية صحيفة القدس العربي تابعت إحدى الموضوعات المتعلقة بالشأن اليمني وقالت اليمن المنطقة العسكرية الثانية تمنع عناصرها من تعاطي القات وتقول الصحيفة في التفاصيل باتت نبتة القات محضورة على قطاع من عناصر الجيش اليمني أذباء خدمتهم بدءا من يوم الأحد إثر صدور قرار بذلك من قائد عسكري تضيف الصحيفة القرار صدر عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة الثانية اللواء الركن صرج سالمين البحسني ونشرته قيادة المنطقة عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك وتضمن تحذيرا للمخالفين بالفصل نهائيا من الجيش وبمزيد من التفاصيل تقول الصحيفة المنطقة العسكرية الثانية هي إحدى السبع المناطق العسكرية اليمنية ويقع مقرها بمدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت وتنتشر الألوية العسكرية التابعة لها في مدون ساحل حضر موت ومحافظة أرخبيل سقطرة ومحافظة المهرة ولم تصدر أي قرارات مماثلة بحضر تناول القاد بالنسبة لعناصر الجيش في بقية المناطق العسكرية ومن الأخبار العالمية والأكثر تداولا عنونا صحيفة الحياة اللندنية في إحدى صفحاتها تظاهرة مليونية تتحدى الصقيع للتسريع استقالة الرئيسة الكورية تقول التفاصيل تحدى أكثر مليون شخص البرد والثلج وتظاهر في سيول للمطالبة باستقالة الرئيسة الكورية الجنوبية باركيغوين في الضالعة في فضيحة فساد مدوية واستغلال نفوذ كما تظاهر حوالي نصف مليون شخص في بقية مدن البلاد ونشر حوالي خمسة وعشرين ألف شرطي في سيول وأغلقوا الطريق المؤدي إلى مقر الرئاسة وكان نواب معارضون أعلنوا أن تصويتا حول إقالة رئيسة البلاد سيجرى في الساعات المقبلة وسط تزايد مؤيدي الإقالة على الولايات المتحدة محاسبة روسيا على عدوانيتها تحت هذا العنوان كتب بن كاردين في الواشنطن باست في سوريا يشكل قصف القوات الروسية واسع النطاق لمدينة حلب جريمة أخلاقية ضد الإنسانية وكنا قد قلنا عدة مرات كمجتمع دولي لن يحدث هذا ثانية أبدا لكنه يحدث اليوم والآن على يد الأسد وبوتين وكان التحرك الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للمم المتحدة لإلغاء عضوية روسيا فيه ردا مرحبا به من المجتمع الدولي لكننا لا يجب أن نتهاون في جهودنا لفضح هذه الأعمال غير المشروعة ومحاسبة الجناه على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما نعلم جميعا وصلت مخالب الكرملين إلى شواطئنا الخاصة خلال انتخابات العام 2016 ولم تكن محاولة روسيا إعاقة حدث بارز مثل الانتخاب الديمقراطي للرئيس الأمريكي أي شيء أقل من تصرف مذهل وصادق لذلك تحتاج الولايات المتحدة إلى سياغة استجابة دولية فورية وشاملة للعدوان الروسي بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحفة نتابع مع المجموعة من رسوم الكريكاتير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة